أكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب أن الإمارات برئاسة صاحب السمو شيخ محمد بن زايد آل انهيان رئيس الدولة حفظه الله تنظر إلى الشباب على أنهم ثروة مستدامة ينبغي تنميتها وتعظيم الاستفادة منها عبر تمكينهم وتأهيلهم بمهارات المستقبل والاستثمار في طاقاتهم بما يتماشى مع الرؤية التنموية الشاملة للدولة ومساعيها لتتبوأ مركز الصدارة في مضمار التنافسية العالمية القيادة الرشيدة وضعت رحانها وثقلها على الشباب بحيث أنهم يكونون رأس الحربة مثل ما نقول أو حتى الناس المبدعين والتي توضع عليهم أمال القيادة الرشيدة فتلقاهم متميزين اقتصاديا متميزين رياضيا متميزين حتى في محافظتهم على العادات والتقاليم متمسكين في مثل ما يقولون جذورهم في الأرض وأنظارهم إلى السماء يعني ويواجهون أي تحدي سواء داخليا أو خارجيا بنظرة إيجابية مدعومين من قيادة الرشيدة وطموحاتهم بلا حدود